اختبار حقيقي سيواجهه المنتخب الوطني المغربي بقيادة مدربه وليد الراكراكي حين يواجه غدا الجمعة نظيره منتخب زامبيا على الملعب الكبير في مدينة أكادير في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦. ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق فوز ثاني في منافسات المجموعة الخامسة بعد الأول على منتخب تنزانيا بهدفين نظيفين خلال شهر نمبر الماضي فيما تعذر عليه مواجهة منتخب إيريتريا في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة نفسها بسبب الأزمة المالية التي يتخبط فيها البلد. ونقلت مصادر إعلامية بأن المدرب وليد يدرس مع مساعده رشيد بن محمود عبد العزيز بوحزمة خطة مغايرة عن سابقاتها من أجل الفوز على منتخب زامبيا خصوصا بعد الأداء غير المقنع الذي أظهره منتخب أسود الأطلس خلال ودية أنغولة وموريتانية في مارس الماضي رغم التحاق أسماء لامعة آنذاك لأول مرة بكتيبة القائد رومان سيس على غرار نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز وموهبة موناكو الفرنسي إلياس بن صغير ومهاجم فياريال الإسباني إلياس أخماش ويتوقع أن يجري الراكراكي بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني ونظام اللعب الذي سيعتمد عليه لهزيمة منتخب الرصاصات النحاسية إذ لمح إلى احتمال تنويع نهجه التكتيكي من خطة 3-5-2-4-3-3 حسب معطيات وظروف المباراة ومن المرجح أن يعتمد وليد الراكراكي على تشكيلة مكونة من الحارس ياسين بونو، أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، نايف أكراد، رومان سيس، أسامة العزوزي، عز الديني أوناحي، إبراهيم دياز، حكيم زياش، إلياس بن صغير، وسفيان رحيمي أو يوسف النصيري إذ لم يحسم الراكراكي بينهما لقيادة خط هجوم منتخب المغرب خلال مباراة زامبيا ثم مواجهة جمهورية الكونغو المقرر إجراؤها الثلاثاء القادمة على ملعب الشهداء في عاصمة الكونغو الديمقراطية كنشاسا لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026